بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمداً يوافي نعمه وحمداً يكافئ مزيده اللهم صلِّ وسلِّم وزِدْ وَأَنْعِمْ وَبَارِكْ على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مشاهدي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته حتى تدوم الصحبة والمحبة حتى تدوم الصداقة والألفة التي قال الله سبحانه وتعالى فيها وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز الحكيم قلنا أيها الأحبة الأكارم من حقوق الصحبة أن تحب في الله وأن تبغض في الله من حقوق الصحبة سلامة القلوب من حقوق الصحبة انتقاء أطايب الكلام قال الله سبحانه وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وصحابي يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به قال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم كم من كلمة ألفت بين القلوب كم من كلمة جعلت الودادة في القلوب والمحبة والألفة وكم من كلمة فرقت أسراً وشتتت عائلات وفرقت بين هذا وذاك وأفسدت صحبة وصداقة أيضاً من حقوق الصحبة أيها المشاهد الكريم التناصح في الله قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ما معنى هذا التواصي تناصح إذا رأيت صاحبك أو صديقك على سوء على فساد على شر بل مانع بل هذا واجب عليك أن تنصحه أن تنصحه بالخير وفي الخير أن تنصحه وأن توصيه حتى تأخذ بيده إلى بر الأمان إنما أن نصاحب وأن نصادق على السوء والشر والضر والفساد والخير وغير ذلك لا ينبغي هذا أيها الأحبة الأكارم وإنما نصاحب على الخير ونصاحب على التواصي والتناصح قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم ثم سيدنا عبد الله بن جرير للبجلي يقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم هكذا المؤمن مرآة أخيه إذا رأيت في أخيك عيباً أخبره وأرشده علّى الله جل وعلا أن يهديه وعلّى الله سبحانه وتعالى أن يوفقك أيضاً من حقوق الصحبة الزيارة والتواصل للقطيعة للهجر لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن أخاً زار أخاً له في قرية أخرى فأرصد الله له على مدرجته ملكاً يقول له أين تريد؟ قال أريد زيارة أخي لي قال هل لك من نعمة تريد أن تربها إليه؟ هل هناك من نعمة؟ هل هناك من غرض؟ هل هناك من مصلحة؟ فقال لا غير أني أحبه في الله فقال فإني رسول الله إليك بأن الله يحبك كما أحببته هكذا الصحبة هكذا الصداقة زيارة وتواصل وسؤال وقضاء حوائجه وأن تكون معه متعاوناً أن تكون معه في كل أموره وأحواله كما أعلمنا نبي صلى الله عليه وسلم من فرج عن أخيه كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إخوة متحابين وأن يجعل بيننا المودة والألفة بإذنه سبحانه وتعالى وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله